اهلا وسهلا فيكم مشاهدينا مرة جديدة في حقيبة الجو طبعا هذه الحلقة مميزة هتناول فيها مجموعة فيات كرايزلر طبعا امبراطورية عائلة أنييلي تملك فراري جوفانتوس مازيراتي اسماء كبيرة جدا هذه العائلة هي رمز ايطاليا بالاقتصاد قبل ما يأتي بلوسكوني ويدخل ويصير رمز الاقتصادي لإيطاليا واثنينيتهم من الشمال من تورينو بلوسكوني أطال من ميلانو أنييلي من تورينو هتناول ايضا الون الكوري مع الياباني كوريا منزعجة جدا نيجيريا ضربها سعر البترول ماذا يحصل فيها طبعا نكون هذه العنوين هتناولون معنا أيضا مفريق العمل بكيادة مخرجنا صديقنا وسامة لبيالي شكرا للمشاهدين ونحن نبدأ بأول فقرة مشاهدين إذن أبدأ الحلقة مع هالامبراطورية الكبيرة رمز ايطاليا الصناعية طبعا أتى بلوسكوني بعد بفترة الأخيرة ونوعا ما أزاح عائلة أنييلي ولكن عائلة أنييلي هي رمز إيطاليا وكما نلاحظ أنه أنييلي أطلت من الشمال من تورينو بلوسكوني أطل من الشمال من ميلانو إذن عندي تورينو ميلانو وشمال إيطاليا دائما الغنى والأريستوكراطية يأتي من الشمال وسأأخذ إلى التاريخ إلى تورينو إلى عائلة أنييلي هذه العائلة الكبيرة التي ضربها السرطان وضربها انتحار الأبناء وضربها الأمراض يعني كما عائلة كيندي سأقولك نزع على هذه الشركة المهمة جدا تضم فراري بكف أنه بتملك فراري وجوفينتوس العريء النادي الكبير رح أبدأ بالشخصيات المهمة طبعا الشخصية الأهم بس قبل ما أبدأ بالشخصيات مجموعة فيات تلاحظوا هون مع كرايزلر يعني صار في هالشركة صارت فيات كرايزلر وعم نشاهد هون العلامات التجارية اللي تضمها مجموعة فيات طبعا عم نشاهد هون بأسفل الصورة على اليمين هيدا لوكا ديمونتي زيمونلو وحنشاهده الرئيس السابق لفراري وأكتر شخص بيوسأ وفي عائلة أنييلي ونيدي جوفينتوس إذن الشخصية اللي احنا نتعرف عليها هي أهم شخصية بعائلة أنييلي والمؤسس والكبير اللي هو جوفاني أنيلي أو جاني أنيلي نفس الشي جوفاني أنيلي خلينا نبدأ مع جوفاني أنيلي المؤسس جوفاني أنيلي أو اسمه الأفوكاتو أنيلي بسموه الأفوكاتو مع أنه هو طبعا محامن ولكن لم يكن أفوكاتو ولا لحظة ولم يمارس المحامات ولم أيضا عدد أشياء عن المحامات يعني فقط ركز على الشركة اللي هي شركة فيات ما ميرس المحامات ولكن معروف بالأفوكاتو ملقب أيضا بملك إيطاليا جوفاني أنيلي ابنه انتحر سنة الألفين راحز هون نفس عائلة كيندي كان تحصل الأشياء اللي معه ومؤخرا توفز 2003-2004 توفية بمرض السرطان وهو وقت الجنازة بیک كتير لوكا دمونتي زيميلو رئيس فراري اللي تارك بعد 23 سنة حاليا سلام سيجو ماركوني راح أرجع عليه لكن إذا هيدا المؤسس والكبير جوفاني أنيلي جوفاني أنيلي الكبير جدا ثم من بعده إمبروزو أنيلي أخوه أخوه لجوفاني أنيلي وكمينا كيف كان مسك فيات جوفاني أنيلي كل حياته إمبروزو أنيلي مسك جوفانتوس تجع ستالم كمينا فيات وبعدين بيجع تروف عشيد هلا إمبروزو أنيلي هون رئيس جوفانتوس السابق وهيدي على اليسار هي علامة نادي جوفانتوس لاحظوا الفيات السيارة الكونفرتبل هون الكشف لعمل شي هدا كمينا فيه تعاون كتير هون بين الفيات وهي سيارة القوتشي يعني قوتشي استلمتها من جوة توفية بالسرطان كمينا هون إمبروزو أنيلي وابنه الأكبر جوفاني توفى أيضا بالسرطان وابنه الأصغر الحالي هو الرئيس النيدي الحالي للنيدي هيدا كين جوفاني وإمبروزو خيئزب إلى نادي جوفانتوس العريق جدا لماذا أن نادي جوفانتوس هو عريق وكيف أنيلي سيطرت على جوفانتوس هنتنول كل هالإشياء هشوف مين أهم إجا مدرب على جوفانتوس وكنتوقف مع ستينج وأتابع أذهب إلى نادي جوفانتوس هذا نادي العريق طبعا نادي كبير جدا هو أعرق نادي إيطالي حاول بيلوسكوني بنفس خطة أنيلي وعمل نادي إي سي ميلان وصار فيه بميلانو طبعا عندنا الدرب اللي هو إنتنسونالي ميلانو ونادي إي سي ميلانو بطورينو عندنا جوفانتوس وإي سي تورينو يعني شاهدنا كيف نفس الفكرة موسوليني استنسخها من جوفاني أنيلي طبعا الجيل الجديد لا يعرف كثيرا عائلة أنيلي لأنه الوريس هو مش من عائلة أنيلي جون إلكان اللي هو حفيده لأنه بكون جده من لولدته ولكن حاليا إرجع إلى جوفانتوس عمر النادي طويل جدا مئة وسببتعش سنة ولكن عائلة أنيلي لم تؤسس جوفانتوس كما أسست فيات فقط تأسس سنة الالف تمينمئة وسبعة وتسعين وسيطرت عليه عائلة أنيلي سنة الالف سعمية تقريبا بعد خمسة وعشرين سنة سنة الالف سمية وثلاثة وعشرين طبعا أبرز الشخصيات اللي قتت على جوفانتوس هن المدرب جيوفاني تربطوني كافية لعبين كتير كبار لعبوا مع جوفانتوس مثل ميشيل بلاتيني اللعب الفرنسي المهم جدا وحاليا هو مسؤول مهم جدا وكبير وأيضا عدة لعبين كبار لعبوا منهم بونيك بجوفانتوس ولعبين أيضا كبار رح يرجع على جيوفاني تربطوني اللي هو أنجح مدرب بتاريخ النادي لاحظوا هون أحرز تلتاشر لقب بعشر سنوات طبعا هم الأفسام ليش ستة وثمانية كانت تارك حاليا بدرب نادي الفاتيكان جيوفاني تربطوني ولكن تربطوني الذي تخرجوا تحته كل اللعبين الكبار وما كان على أيامه طبعا المدربين المدربين المشهورين حاليا اللي الدينة كلها بتتكلم عنهم هيدا كان نادي جوفانتوس خلينا أرجع مرة جديدة إلى مجموعة الفيات اخوا تاريخ تأسيسة وماذا تضمن علامات تجارية رجع شدد عليهم لاحظوا مجموعة الفيات كمان تأسست متل جوفانتوس تقريبا بنفس التواريخ هون 1899 تأسست بواسطة مجموعة كان بينهم جيوفاني أنيالي كان من بين المؤسسين رجع سيطرة سيطرة كاملة بعدين وأبرز الاستحوزات بتاريخ أن الشركة كانت ستة 68 استحوزت على اللانسيا العلفاروميو سنت التسعة وستين والتلاتة وتسعين دخلت بقوة على الشركات الكبيرة وهون سيطرت على المازيراتي سنت تلاتة وستين بالالفين واربطاش استحوزت على كرايزلر بالكامل طبعا هي فيات كرايزلر حاليا ترقب هيدا عم تشاهدوه على صورة بأسفله هو جون إلكان حفيد جيوفاني أنيالي رئيس شركة فيات هو تشيرمان ماركوني سيئو هو تشيرمان ماركوني تشيرمان وسيئو تبع فراري وإلكان هو تشيرمان فيات 38 سنة صغير جدا طبعا الوالد إنجليزي وإمه بتكون بلد جيوفاني أنيالي بيذهب من فيات الآن إلى الفراري لأن الفراري ضمن العلامات التجارية للفيات مين أهم شخصية غير أتكلم أنا أنزو فراري ولكن مين أهم شخصية طبعة شركة فراري هو لوكا ديمونتي زيمنلو رح يتعرف عليه بعد ستك مشاهدين من فيات رح يذهب إلى فراري فراري طبعا أنيالي أثناء وجوده جيوفاني أنيالي أثناء وجوده بهالسنوات الطويلة كان بده مساعد يمين أكتر شخص بتوسق فيه عائلة أنيالي وموصق لهم بشركة فراري كان موجود وينسق معهم هو الشخصية اللي هتعرف عليه حاليا الشخصية اللي هتعرف عليه ومشاهد حاليا عم تشاهدوه بالصورة وبأسفل الصورة هون يغامر حاضن مايكل شومخر طبعا هون لوكا ديمونتي زيمنلو طبعا الاسم مزعج نوعا ما العائلة 23 سنة على رأس فراري سنة 2010 كمل 20 سنة 23 سنة وترك من فترة أصيرة يعتبر من أشهر الوجوه في عالم السيارات ترك الشركة حاليا بعد خلاف مع سيرجو ماركوني اللي هو سيئو وتشيرمن طبع فراري سيئو فيات وحاليا جون إلكن هو تشيرمن طبع الفيات إذا بدكم نرجع بنعمل بريف سريع عند الفيات وفراري بالفيات تشيرمن جون إلكن ماركوني هو سيئو بالفراري تشيرمن سيئو هو ماركوني طبعا قيتي من كرايزلر انتهينا من لوكا ديمونتي زيمنلو خليني إذا بنظر سريعا إلى المؤسس فراري اللي هو انزو فراري طبعا هون فراري تستاروسا والعالمة الحصان اللي عم نشهدها طبعا هي العالمة الفيرة واللون الأحمر واللون الأسود واللون الأصفر صاروا ألوان فراري عم نشهد بالصورة هالوقفة المهمة جدا لانزو فراري الأكتر شهرة في تاريخ السيارات وأول فراري بتحمل اسم انزو فراري عم بتشاهدوه على الصورة وقف بجانبها انزو فراري ام ام وان سيك سيكس عم نشهدو كمان مرة هون بدأت القصة تاريخ الشركة تأسيسها بدأت بحكاية تقريبا ظريفة وبتقول انه كان انزو فراري أبوه رايح احضر سباك السيارات واصطحب أخاه الأكبر وأراد انزو فراري انه يذهب معهن ولكن رد الوالد انه انت صغير ويجب ان تبقى في البيت هالقصة أثرت كتير بانزو فراري لأنه كان من عشاك السيارات انزو فراري لاحظوا اللوغو كمان هون فراري عم نشاهد اللوغو بالأصفر والحصان الأسود هيدا انزو فراري وهيك بيكون تقريبا نحينا طبعا في جيب كرايزلر ما حسمي كل العلامات التجارية ولكن بكفة انه فيات هي رمز صناعة إيطاليا فراري جوفنتوس داخل العلامات التجارية مازراتي فيات مانا بس فيات لعبة دور كتير كبير خصوصا بمصر مصر نشاهد كثيرا كنا سيارات التاكسي كلها معظمها تكون فيها تكون فيات أو بجو ستيشن منشاهد انه مهم جدا حتى في مصنع فيات بمصر مهم جدا ومنشاهد هالفيات كيف التاريخ القديم واذا بتشاهدوا الشخصيات القديمة دائما كان عندهم سيارات رياضية أو سيارات سبورت كانت يكون فيات طيلاعها وكان نوعا ما يكشفها ويكون يعمل فيها نوع من يعني يروح فيها تعديل ويعمل فيها مثل رحلات على الطرقات حيك بتصور بنتهي الفقرة الاولى من البرنامج خليني اتوقف وافصل البرنامج قصمان ثم اعود واتناول عدة نقاط مهمة جدا ساتناولها ابرزها عن رأس مال الشركة الاسم الممتازة كيف ما هي الاسم الممتازة ساتناول الون الكوري لانه خفض بقوة ديمليان جاباني ساتناول العملة نيجيريا نيجيريا ممكن كتير يهرب مننا المستثمرين ابقوا معنا بعد الفاصل مشاهدين اهلا وسهلا فيكم مرة جديدة في هذه الحلقة التي كنا كتكلمنا عنها على شركة مجموعة فيات كرايزل العملاقة طبعا الحلقة دائما بكيادة المخرج صديقنا اسامة لبيالي خليني نذهب الى نيجيريا يحصل شيء مهم جدا في نيجيريا خصوصا انه في كتير مهندسين يعملون في نيجيريا وفي ايضا جالة عربية كبيرة جدا في نيجيريا طبعا نيجيريا الدولة نفضية بس بدي بالش هي اكبر دولة نفضية بافرييا وطبعا من طبيعي انه تكون سعر البترول يأسفه ماذا حصل في نيجيريا عندما هبط اسعار النف رح نبدأ سويا ماذا حصل اللي حصل هو التالي انه اول شيء عملتها حاليا هي باقل مستوى امام الدولار مستوى تاريخي النفط ضربة ميزانية نيجيريا والاسهم حاليا تاني اسوأ اداء في افريكا اذا ملخص الحوار النفط ضرب الميزانية وضرب الاقتصاد لانه العائدات كلها نفطية العمل بادنة مستوية على اطلاق في مشكلة تضخم بخيف المستثمرون الاجانب دائما وايضا الاسهم سوء الاسهم اسوأ اداء في افريكا بعد زمبابوي خلينا نذهب الى سعر النفط ماذا حصل طبعا سعر النفط ضرب عملة نيجيريا ادنى مستوى على الاطلاق نيجيريا هي اكبر اقتصاد افريكي اكبر منتج نفط في افريكا امام انجولا رقم اثنين ولاحظتوا الانجولية حاليا كيف بتشاهدوا كتير من الانجوليين حاليا بيسيفروا كتير ومعهم المصاري الانجولا من اهم الدول خصوصا مع الرئيس اللي ساله اكثر من 30 سنة سانتوس وجزائر لكن اذا عندي نيجيريا انجولا جزائر المستثمرون خافوا خافوا من هبوط النفط وفي نوع من اشارات انه بعضهم بدأوا ينسحب من نيجيريا خوفا من الاقتصاد طبعا 80% من ايرادات نيجيريا نفط وغاز سعر البرميل رجع حدد صار في اعادة تدارس لسعر البرميل حدد عند التعادل بالميزانية عند 78 دولار سنة 2015 طبعا نيجيريا ارقام عالية جدا دائما بالميزانية ولكن بيصير فيه بمعظم الدول اعادة دراسة للميزانية لسعر البرميل بالنسبة للميزانية نيجيريا 78 دولار عامل جيد عاملة نيجيريا وهي تسمى نيرا النيجيريا مشيو هدا هون شوفوا وين حصلت اول مرة بتاريخ العملة نيجيريا لاحظوا اول مرة بتاريخ العملة هبطت تحت المية وسبعين وبالنسبة الى العقود دقية ضربة الميتان وخسرت سبعة ونص في المية منذ بداية السنة لاحظوا التزحلط والهبوط اللي عم نشاهدوا للعملة بالازمة العالمية خسرت ربعي مثلا نحن حلين قاصرين تقريبا 8 في المية الازمة العالمية محت منا 8 في المية مراقبة جيدة هذه الدولة الكبيرة نيجيريا حكومة ابوجا هنشاهد هوني انه حكومة ابوجا اللي هي احتمال انه تترك عملتها تتراجع اكتر من المتوقع خصوصا انه في انتخابات رئيسية ببداية سنة 2015 السوق نيجيري كمان مرة تراجع بقوة بتراجع 20% من اعلى مستوى سجله هذه السنة اسوأ اداء السوق نيجيريا او البورصة النيجيرية بافريا بعد سوق زمبابوي هاي دي كانت وقفة عن نيجيريا كانت مهمة جدا نيجيريا مع هال اقتصاد القوي نيجيريا هي زعيمة افريقيا عم نحكي بالنفط اكبر اقتصاد اكبر منتج نفط بدأت رائع بالنفط طبعا وعم نشاهد هالبلد اللي اكتر من مئة وستين مليون نسمة على طول بقصير في صراعات دينية داخل هالبلد مقصوم شمال وجنوب طبعا مشاهد صراعات وكان بالسابق يتأثر كتير ودائما بأثر اسعار النفط على التوترات ستينج واتابع مشاهدين اذهب الان من نيجيريا الى كوريا طبعا كان حديث بالفترة الاخيرة حديث العملات وتراجع اليان الياباني خصوصا تراجع تقريبا 4.5 في المئة بالفترة الاخيرة وصل لمستوية فوق 116 وشاهدنا صرخات كبيرة وممكن يلي اشترى او اللي عمل شورت على الزوج دولار يان تأذى بكبوة هاي اذهب الى الوون مع اليان اليابان يعني عملة كوريا مع عملة اليابان ماذا يحصل في هزي العملة خصوصا انه دولتان انه دولتان بصدروا بامتياز يعني كوريا لاحظوا على اليمين وعن اليابان على اليسار العلم لاحظوا كوريا منزعجة جدا 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 من موجة الباع على اليان امام الوون عملة كوريا وتريدوا ان تدافع عن صادراتها بكل ما قتت اليها بقوة اليان باقل مستوى مذ ست سنوات امام الوون طبعا اليان متراجع بقوة عمام الدولار ورجع ضرب الوون يعني ست سنين واثنينتهم الكوريا واليابان اثنينتهم دول مصدرة ماذا ستفعل كوريا حسن تدخل خصوصا في الزوج اللي هو الوون يان وماذا سيحصل طبعا الصفحة التالية هو نوع من صراع صادرات شركات النخبة تبع اليابانية تويوتا سوني نيسان كمان عنا شركات الصراع الصادرات هونداي وطبعا بتعرفوا انه هونداي مش بس سيارات مجموعة كبيرة جدا من الصناعات سامسونج اللي هي نافذ شركة ابل على زعام الهواتف لاحظوا الصراع الصادرات كمان سامسونج ايضا مثل هونداي مشاريع كتير كبيرة بيونا تحتية ايضا اذا صراع صادرات العملة عم تضربون كمان مرة هون ماذا فعلت هذا التراجعات كبيرة باليان امام الون كيف اثرت عليها الون الكوري حاليا باقل مستوى باربطعشر شهر امام الدولار بينما اليان الياباني سبع سنوات امام الدولار يعني فيه فرق كتير بس بين الون واليان نحن بأدنى المستويات هون الانزعاج منذ ست سنوات العائد على السندات القورية ايضا باقل مستوى منذ اربطعشر سنة اذا هايدي كانت الحبات الفقرة توقف عنا انه كوريا منزعجة جدا 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 من الون يان ماذا يحصل باليان في هذا الزوج الرجوعات كتير كبيرة رح توقف مع ستينجو وتابع مشاهدين في هذه الفقرة سأتطرق الشركة عندما ترفع لأثمانها الى اين تتجه عندها عدة خيارات رح ابدأ باول طبعا صفحة يا بتقترد من البنوك يا بتصدر سندات يا بتطرح اسهم لاحظوا الصورة عم نشاهدها هون الشركة عندما تريد ان ترفع لأثمانها يا بتذهب الى البنك وبتقترد يا بتصدر سندات وبتعطي عائد على السندات ويا بتطرح اسهم طيب شو الفرق بين الثلاثة هنشاهد اذا رح اتنول فقط اللي هي طرح الاسهم لانه ما هقول انه هي هاتنول بس بهذه الفقرة عن طريقة طرح الاسهم لاحظوا هون الشركة ترفع رأس مالها عبر طرح الاسهم يعني الشركة اول شي لا تحتاج الى ان تدفع فوائد لا للبنوك ولا العائد على السندات لاحظوا هون الشركة لا تحتاج الى دفع فوائد للحصول على المال هاي دي مهمة جدا وليس عليها اعادة رأس المال كامل رأس المال موقف كتير مهمة لانه وقت السندات بدت عيدهم وكمان بدت تدفع على اليوم وقت البنك بدت تعيد المبلغ اللي استدناته كمان بدت تدفع عليه الاسهم لا بتعيد ولا بتدفع عليه طب اذا هيك كتير مهم جدا وجميل جدا لماذا لا تفعل ذلك كل يوم او كل مرة تريد ذلك لانه عليها ايضا في المسيضة ايضا راح نشاهد هالشي لاحظوا هون طرح الاسهم ليس دائما هو عامل ايجابي لانه ما هي سيئاته ترفع على اسمانها هناك مسيضة ما هي هذه المسيضة طبعا لانه اذا ما فيه مسيضة كان اكتصر مثل ما قالت دائما وفي جميع الاوقات انه يسي في رفع رأس المال على طرح مزيد من الاسهم المسيضة اللي هي او يعني اللي هي النواحي السلبية خليني اقول مش مسيضة يعني المشكلة الرئيسية هي ملكية الشركة تتبدد يعني خصوصا بالملكيات تتبدد ملكية الشركة مجرد مسيفة رأس المال فورا تتغير الملكيات بالشركة الا اذا الملكين حنين كمان يضلن يزيدوا مع زيادة ويدخلوا حدا يجيدوا ويضلنوا مسيطين بنفس القصة ولكن هي مبدئيا اي رفع رأس مال او طرح اسهم فورا الملكية بدت تتبدد لاحظوا هون من ابرز سيئات بيكونوا اللي ملكين بيشو بيحصل بيحصل انه بيصير في ضعف بالتحكم بالسيطر على الشركة لاحظوا هون ضعف التحكم بالشركة بالنسبة للملكين حاليين هي احد اهم ساعة بيحصل بيحصل اصدار نوع من الاسهم الممتازة طبعا الاسهم الممتازة هتناول هتناول هلا الاسهم الممتازة شو طعطة وشو الفرق بين الاسهم العادي مرة جديدة الى الصورة تملح نسبة معينة من العائد في نهاية العام هايدي اول شي بنمشي لطرح اسهم ممتازة هايدي هون مغير عن الاسهم العادية طبعا هول بدون الحق على التصويت على مناصب مجلس ادارة وايضا على المشاريع مخططات الشركة المهمة طبعا يعني يكون في بورد وتصويت على مجلس الادارة كمان ما بتحلو هالشي ما بتحلو ايضا انه تصويت على الاتجاه العام والمشاريع الكبيرة للشركة اللي بتكون اخر شي رح توقف مع ستينغ ووتا مشاهدينا رح نهي البرنامج باخر صفحة عن الاسهم الممتازة طبعا الشركة مثل عم شاهد لا تقوم باعادة رأس المال الى حامل السهم الممتاز هاي دي بهم جدا يعني ما حترد رأس المال وما حتدفع عائد يعني كأنه حتدفع له عائد بنهاية السنة لحامل السهم الممتاز طبعا بتميز عن العادة انه مهم جدا هاي الخصوصية يحصل على حقه قبل بالبداية بيحصل على حقه عند تصفية الشركة اذا حصل افلاس يعني اي حصول لا افلاس هو اول واحد بياخد حقوقه اللي هو الاسهم الممتاز هايك بنوصل لنهاية البرنامج مشاهدينا طبعا بدي بدي اذكر بالإيميل الشركة والعنوين و موقع الالكتروني طبعا موقع الالكتروني للقناة cnbcarabia.com عنوان الموقع الالكتروني موجود ايضا فيكن تشاهدوا ارشيف كل البرنامج من سنتين ثلاثة الى بل cnbcarabia.com فيه عنوان حقيبة الجو برامج الكنال بتشاهدوا كل البرامج مع عنوين بسهولة ان كان على اليوتيوب وايضا كذا رسلوني على اليميل briefcase cnbcarabia.com وايضا على اليميل jhawa at alpari dot ae طبعا هايدي هون jhawa at alpari أي استفسرات اي اي اشي بتحبوا تراسلوني عليها أيضا موجود على التويتر بتغريدات مستمرة at jo anderscore alparimi بشرفني متبعتكن موجود على التويتر كمان هون تغريدات اقتصادية بتشاهدوها وبالنهاية شكر موصول لفريق العمل على رأسه طبعا صديقنا مخرجنا اسامة لبيالي وايضا طرال بطار على LCG شكرا كتير ومنتقى معكم بحلقة مقبلة اذا اراد الله